موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم مشاهدين الكرام في متابعتنا الخاصة لثورة تشرين ضد الأحزاب الفاسدة في العراق الذي واصل المنتفضون تظاهراتهم واعتصاماتهم في الساحات والميادين مع ازدياد القمع الحكومي والاستهداف الممنهج للمتظاهرين في العاصمة بغداد وبقية محافظات العراق وشهدت ساحة التحرير توافدا كبيرا من متظاهري بغداد والمحافظات في حين يؤكد المتظاهرون عزمهم على الاستمرار في التظاهرات حتى تلبية جميع المطالب وعلى رأسها إسقاط النظام الحالي للحديث أكثر في تعطيتنا هذا نرحب بضيفنا في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي الأستاذ حسين السبعوي مرحبا بكم أستاذ حسين أهلا بكم وسيلتحق بنا عبر الهاتف من بغداد الناشط المدني علي عزيز مشاهدين الكرام فاصل ومن ثم نعود إليكم أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام في تغطيتنا الخاصة التي نتحدث عنها عن ثورة تشرين ضد الأحزاب والعملية السياسية برمتها أستاذ حسين السبعوي نجدد الترحاب بكم نبدأ من خطاب المرجعية أعربت مرجعية النجف عن الأمل باختيار رئيس وزراء جديد ضمن المدة الدستورية الممنوحة بحسب الدستور الحالي لكن المرجعية قالت نحن لسنا طرفا بالحديث بهذا الشأن كيف ترون ذلك كيف تقيمون ذلك يعني أولا هو هذا تناقب أنه المرجعية ليست طرفا وبنفس الوقت جميع أعضاء الحكومة والبرلمان هم ينتظرون هذه الخطبة كل جمعة تأتي ينتظرون ماذا تقول المرجعية وأعتقد حتى رئيس الوزارة المستقيل أو المقال بناء على ما قالت المرجعية نحن نعيش في نظام ثيوقراطي مقنن حقيقة والمرجعية الشيعية في النجف لديها أدت خطب متناقضة متناقضة سواء مع المتظاهرين أم مع الحكومة وتناقضها واضح جدا منذ بداية التظاهرات ولحد الآن وهي تتكلم عن المندسين عن السلمية عن إلى آخره هذه المصطلحات في الوقت الذي يخرج أتباحه وليحملون صورها ومع صور يحملون السكاكين ويدخلون إلى التظاهرات من هو المندس؟ طيب من هؤلاء المندسين منذ تقريبا أكثر من شهرين والمتظاهرين يقتلون ومن طرف واحد القتل وتكلمون على المندسين المندسين ليست داخل القوات الأمنية بمعنى بمعنى المندسين داخل التظاهرات هذا التناقض جعل من المرجعية هي جزء من هذا النظام السياسي الذي أراد المتظاهرين إخراج هذا النظام من المشهد السياسي كامل بما فيها المرجعية؟ بمعنى المتظاهرين يطالبون بدولة مدنية دولة مدنية وليست دولة دينية ثيوقراطية اليوم النظام الثيوقراطي انتهى وأكل عليه الدهر وشرب إذا كانت نموذج إيران الفاشل يصدروه لنا أو النموذج الأوروبية بالعصور الوسطى يصدر للعراق فحقيقة هذا نموذج فاشل لا يصح للشعب العراقي عندما يكون الشعب متعدد المكونات متعدد القوميات متعدد الأديان طيب ماذا تقول بقية المراجع الدينية المسيحية ماذا تقول وماذا يقول السنة وماذا يقول الأكراد وماذا يقول الأيزيدين وماذا يقول التركمان هل نصبح دولة مرجعيات ويستمع بين مجلس قادة المرجعية ويصدر لنا قرار هذه ليست دولة مدنية والدورة الدينية هو في إصلاح الشعوب وتعليم الصلاة والزكاة والأخلاق والقيم وغيرها لا علاقة لها في دارة الدولة وشأن الدولة داخل الجوامع فقط نعم هذا دورة تصلح المجتمع تجد حرافات أخلاقية تدعو إلى الصلاة إلى الصوم خارج إطار هذا كل ما يصدر منه فهو معناها دورة سياسية في إدارة الدولة وهذا ما يرفضه المتظنين ويرفضه الشعب العراقي ومن جميع المرجعيات يعني ليس فقدها مرجعية في النجاب لو كانت المرجعية في بغداد أو في الموصل أو في السليمانية أم في سنجار أم في أي منطقة أخرى كلامها مرفوض أن تكون هي تدير الشأن السياسي في العراق أستاذ حسين سأعود لك بشأن أن المرجعية الدينية مو طرف في عملية اختيار رئيس الوزراء سأرجع لك في هذا الموضوع ولكن دعني أنتقل إلى الأستاذ علي عزيز الناشر المدني من بغداد أستاذ علي مرحبا بكم أستاذ علي هل تسمعوني؟ أستاذ علي عزيز قطع الاتصال ربما سنعود الاتصال بالأستاذ علي عزيز أستاذ حسين المرجعية الدينية تقول الآن مو طرف في مسألة اختيار رئيس وزراء طيب الأعوام السابقة كانت أي قائمة يعني قائمة معينة تشرف عليها المرجعية حتى أنه بعض المرات أصدرت فتوى بأنه اللي ميروح ينتخب ذوله فمصيره إلى بئس المصير ما عرف يعني طيب تعتقد الآن المرجعية بعد كل هذا الدماء اللي سقطت في التظاهرات وآلاف الجرحة يعني بس بالناصرية 103 شهداء و3000 جريح فقط في مدينة الناصرية طيب إذا كانت المرجعية ليست طرفا في عملية اختيار رئيس الوزراء تعتقد أن هناك طرف آخر مثلا في عملية يعني هي اللي ستختار رئيس وزراء جديد وبالتالي تبنى الحكومة الجديدة من غير تدخل أي طرف مباشر بيها يعني أولا المرجعية هي طرف سواء في اختيار رئيس الوزراء أم في إقالة رئيس الوزراء حتى في اختيار النواب بس داخل المكون واختيار الوزراء وهذا الأمر معروف اختيار رئيس الوزراء في العراق داخليا المرجعية لها دور كبير ولكن أيضا هناك عوامل خارجية إيران لها دور في اختيار رئيس وزراء اليوم لا نستطيع أن نأتي برئيس وزراء لا ترضى عليه إيران وهذا معلوم في العراق حتى بعد التظاهرات لحد هذه اللحظة نتكلم لحد هذه اللحظة ما زالت أنه اختيار رئيس الوزراء اليوم يتكلمون عن رئيس الوزراء من هي الكتلة الأكبر ومن هي الكتلة التي تصلح وهل سيخرج من المدلس الأعلى إلى حزب الدعوة ويعود وهكذا هذه قضية المحاصصة والمكون واحد يقول أنه رئيس الوزراء لن يخرج من المكون هذا اللغة لم تخرج لحد هذه اللحظة وما زالوا يفكرون بهذه الطريقة مع الشعب العراقي فالمرجعية هي لها دور كبير سواء في اختيار رئيس الوزراء أو في العملية السياسية اللي موجودة في العراق وعلى الشعب العراقي أن يرفض دور رجال الدين في هذا الأمر في اختيار رئيس الوزراء في إدارة الدولة يعتمد على ذوي الاختصاص وعلى القادة السياسيين مخطأ يصيب نعم لكن يكون الشأن السياسي يدار من قبل سياسيين ومن قبل ذوي الاختصاص أما أن يدارج مشهد العراقي البلد العريق المتعدد المكونات والمذهب بمرجعية وإقصاء الآخرين أو ونحن نرفض سواء إقصاء أم إدخالهم نحن لا نقبل دولة مرجعيات لا نقبل دولة تهيمن عليها رجالات الدين والكهنوت يدير هذا الشأن وكاننا في حصور الوسطى الأوروبي لتقسب السلطة الزمنية والسلطة الدينية هذا الأمر لن يصلح في العراق ولن يصلح إذا مضى 16 عام ونحن نعاني من هذا الأمر لكن لن نستطيع أن نتقبله بعد لاحقا أكثر من هذا الأمر لا يتقبل السعب العراقي أستاذ علي عزيز مرحبا بكم من جديد أهلا وسهلا هلو مرحبا أستاذ علي يرأي تتحدثنا عن احتشاد المتظاهرين اليوم في بغداد أعداده مش قد وصل أنت تعرف حضرتك بأنه يوم أمس شهد احتشاد كبير بعد الأنباء التي وردت عن محاولات الميليشيات باقتحام ساحة التحرير حدثنا عن ذلك الأمر وحدثنا عن اليوم كيف هي الأعداد توافد المتظاهرين خاصة إلى ساحات التحرير والخلاني والوثبة وغيرها من الساحات في بغداد تفضل أستاذ علي نعم اليوم نحن عدنا كمية كبيرة جدا من المتفاضين أتوا من محافظات الفرات الأوسط بالتحديد كانت الكمية الأكبر من محافظة بابل جوينا بالمنشآت الحافلات الكبيرة وصارت مركزهم وتجمهرهم بالساحة التحرير وجوينا كذلك من البصرة والجميع بالموضوع البطل اللي عندنا اللي من البصرة وهذه قناتك ستنفرد بيها البطل اللي عندنا اللي هو الرائد على الشياع اللي ألقى القبر على رجل الدين المعمم الإيراني بمطار البصرة نعم قاد هذه الحملة وقاد المتظاهرين للشجعان من البصرة إلى بغداد وهم حاليا بشاحة التحرير الحمد لله الأعداد كبيرة والمحاولة البائسة اللي صارت اليوم أمس طبعا هاي المحاولة هي رح تتكرر اليوم تتكرر بكرة بعد بكرة لأنهم هما وصلوا لمرحلة اليأس الآن الحكومة بمرحلة الاحتضار اليوم نواب يطلعون ويهددون على أنهم طاروا بالكلفزيون يقولون المتظاهرين إياكم أنه يطالبون بحل البرلمان ورئاسة الجمهورية لأن هذا معناها أنت سقطوا النظام وإحنا نحب نقولهم أخوان إحنا أصلا مظاهرتنا وانتفابتنا وثورتنا هي الإصطاف كلكم جميعا من صغيركم إلى كبيركم كل إنسان أتى بعد 2003 إلى هذا البلد هذا بأنظر يعني بمنظرنا أخوان هذا إنسان خارج العملية السياسية وخارج الطبقة السياسية للمرحلة القادمة طيب أستاذ حسين رح نتوقف أيضا عند خطاب المرجعية وبعدين ننتقل إلى أحداث التي شهدتها ساحات التظاهر لكن هنا أنا عندي السيد عبد المهدي الكربلائي أو الشيخ عبد المهدي الكربلائي في خطبة الجمعة يحذر من ما وصفهم هو بالمتربصين اللي يستغلون التظاهرات وقال بأنه إحنا من استغني عن القوات الأمنية من هم المتربصون اللي يقصد بيهم الشيخ عبد المهدي الكربلائي هو لم يستطع أن يحدد المتربصين لكن هو يقصد من هم داخل المتظاهرين هو يقصد من يطالب بإسقاط النظام هو يقصد من يعني الخطب الاثنين اللي قبلها قال نخشى أن يذهب الحكم للآخرين أعتقد أنه يقصد حتى المتربصين هم الآخرين الذي يقصدهم في خطبته لأنه هذا النفس الطائفي وهذه الخطبة الطائفية هذه لن تنسجم ولا تتطابق مع توجهات المتظاهرين أمتظرين لن يعطوا أذن صاغ لمثل هذه الخطابات فأعتقد المتربصين يقصد بهم الآخرين اللي قصدهم قبل ثلاثة أسابيع هؤلاء ليسوا متربصين وانت لاحظ من أي طرف يقتل من منذ شهرين وإلى الآن أكثر من خمسمائة شهيد عشرات الآلاف من الجرحى وغيره كل من طرف واحد من هؤلاء الذي يخشر عليهم من المندسيد طيب هل يقتل أحد من قوات الأمنية هل وجدوا أحد يحمل السلاح ضد القوات الأمنية يحملون العلم يحملون شيء نعم إذن هذه اللغة وهذا اتهام المبطن والمستمر منذ شهرين على المتظاهرين هو يراد لما يراد له ما بعده طيب من تظن متى تكون الفرصة حتى يقول نقلنا لهم مخرج المندسين وخرج المتربصين وإلى آخرين تجد تسمع خطبة أي مسؤول الأمريكان السعوديين البعثيين المعرف أيش كل هذا التهم كلها عائمة لا تستند إلى أدلة حقيقة فاقدة لجميع الأدلة مرفوضة من قبل الشعب لأن المتظاهرين خرجوا بأسباب هل الأسباب هي غير متوفرة لهم الأسباب موجودة خرجوا برفض الهيمنة الإيرانية على العراق والهيمنة موجودة رفضوا بعدم دارة الدولة على أسس طائفية وهذه قائمة وموجودة وخرجوا على الفساد الموجود والفساد قائم وموجود طيب هل هؤلاء المتظاهرين خرجوا بلا سبب لا إذن هناك أسباب عالج هذه الأسباب ودع أمريكا وآل سعود والبعثين وغيرهم لن يحد يستطيع دير الدولة على أسس وطنية وحمل مشروع وطني لجميع العراقين وليس لمكون أو فئة أو حزب أنا ذاك لن تجد أحد يتدخل لكنك أنت لن تعالج الأسباب وتتهم الآخرين فحقيقة أن الشعب العراقي سأم من هذه الأساليب والله أنا قبل الخطبة وقبل أن أسمع خطاب أي وحدهم أعرف على الاتهامات لمن موجه وإلى أين ستنتهي لأنه لا يستطيع معالجة الأسباب لسبب واحد بسيط طيب لأن وجودهم في السلطة هو للهيمنة الإيرانية وجودهم في السلطة لابد أن تدار الدولة على الأوسس طائفية وجودهم في السلطة من أجل النهب وسلب أموال الدولة يعني نجح على الفساد فقط معالجة الفساد سيضر الناس التي تتهم المتظاهرين بالمندسين لأن القائمين على الدولة لا يستطيعون بدون فساد لن يعرف طعم القرش الحلال ما ضعقوا طرش حلال ولا يعرفوا طعمه انتهت اليوم أوغل بالمال الحرام الفلل والحسابات البنكية في الدول الأخرى وهم يدعون أنه التنسك والتزهد وكل أحد يسوي الشكل هذا الشعب بعد ما يتقبل خصوصا عندما يكون رجل دين عندما يكون رجل دين ويدعو الناس إلى الزهد والخوف من الله سبحانه وتعالى وهو في نفس الوقت هو مجرم قاتل سارق يعني كل الموب بقاتم ويمارسه ماذا سيكون حال الشعب نابد أن يرفض رفضا قاطع لا يمكن أن يترك له عودة أبدا فالشعب قافل على هذا الموضوع ليس فقط المتظاهرين بالمناسبة المتظاهرين هم الناطقين باسم الشعب هو هذا رفض شعبي كامل هاي بس خلال نركز عليها البعض اعتبر المتظاهر لا أخي مو بس المتظاهرين المتظاهرين يتكلمون باسم الشعب لأن لا توجد كتلة في هذا الحجم تتكلم باسم الشعب بس هؤلاء فهم يتكلمون باسم الشعب هم الكتلة الأكبر هم الكتلة الأكبر وهم يتكلمون باسم الشعب وهو يمثلون رأي الشعب بعض الشعب ما يتقبل هذا الحالة صحيح لا يقبل معمم قاتل ومجرم وولاءه لغير القراء من كل الأطراف لا سيدي من جميع الأطراف نحن لا نتكلم عن طائفة أو عن مكونة عن أخر من جميع الأطراف ومن جميع القومية لا يقبلون بولاء لغير البلد الوطن لا يقبلون بالفساد أموالها العامة هي ملكة الشعب وليس ملكة واحد أستاذ علي آسف تأخرنا عليك لكن أتوقف وياك أكوفاد منشور عجبني قال هم يدورون على الكتلة الأكبر حتى شكل حكومة قالوا الشهداء والجرحى خاصة الشهداء هم يمثلون الكتلة الأكبر قبل قليل تحدثت جنابكم قلت بأنه إحنا من نرضى إلا بإسقاط العملية السياسية بالكامل طيب لكن أكل بعض يقول لك يقول لك بعض النواب يعني أعلنوا تضامنهم وتأييدهم للثوار هذولة أيضا يدخل ضمن الإقصاء أو عدم اختيارهم مرة أخرى لإدارة البلاد أستاذ علي والله سيدي لو أمني أمقش أعداد النواب وإسماء النواب اللي ترسلون بينا راح تتفاجئ نعم أخي العملية كلها من 2003 لحد الآن عملية صفت بنظرنا هذا خليكون نقطة على السطر انتهينا منهم كلهم رئاسات الثلاث ما عندنا انتهى الموضوع عملية صفة ناس ترمين ناس قتلة حكومة أحزاب حكومة ميليشيات يعني استخدموا آخر نوع من أنواع السلاحة السلاحة الأديض هو الطعن السكات والكترات والشفرات شفرات الحلاقة الموش يعني أكثر من هذا بعد شريدوني مارسون أنا مع يعني الآن هم دايصجرون دايصجرون الفورة الثانية الإيرانية يردون الآن تكون وتلعكس علينا نحن بصحة التحرير ببغداد شوف باللبنان حركوا الجماعات كذلك حتى تكون مثلا نقول حروب شعبية ما بين هالطرف و هالطرف الشارع فأروف الشارع في إيران نفس الشي نزلوا الأعوام المجرمين أو أدوا الاتفال وهذا الشي يردوني فقدروا أن هذا الشي هي حاجة نعم نعم أستاذ حسين أكو مقطع فيديو شفته على الفيس أعتقد أحد مواطن يقول يقول تنظربنا إحنا والجيش الجيش أمين نضربه ويانا إذا نريد أن نتحدث نجاح الشمري وزير الدفاع قال أكو طرف ثالث حتى هذه اللحظة لم يتم الكشف عن الطرف الثالث من اعتقادك هذا الطرف الثالث من وجهة نظرك يعني بدأت تحديدا اليوم والبارحة نعم الصحف الأجنبية بغالبية سواء البريطانية والأميركية تكلمت عن الطرف الثالث وسمت الطرف الثالث أنها ميليشيات مرتبطة بإيران إلا العراق ما يقدر يحدد الطرف الثالث لا وزير دفاع ولا مرجعية ولا رئيس وزراء ولا وزير داخلية ولا قوى أمنية كل هؤلاء لا يستطيعون يحددون الطرف الثالث في الدول الأخرى جميع يعرفون من هو الطرف الثالث ويحدد بالاسم يا سيد الميليشيات يعرفوا لو ما يعرفوا سموها رئيس الميليشيات المرتبطة بإيران هي من تقتل المتظاهرين بالاسم سموها منظومة الحشد الشعب وشفنا البارحة تظاهراتهم ويد يحمل بها صورة السيد السستاني ويد الأخرى يحمل بها السكين والحالات الطحن اللي وجدت داخل ساحات الاعتصام كل هذا ويقسونه من المندسين داخل التظاهرات طيب هل نقتل المندسين هل يقبلون المتظم يقتلون المندسين هذول اللي يحملون السكاكين أم يعتبرون بعدين ارهابيين ويقبعونهم مادة أربع ارهاب يعني حقيقة المتظاهرين يعني الله يحملون صبر والله ما يحملوا إلا ما ندر إلا الرجال الرجال من حرابين لأنه من جه يتهموا بأنه يدير بالك من المندسين حبالك مسؤولية المتظاهر أن يقول أنت مندس لم هو مندس خلفتش بالله طيب وكعنى ما لو جد دولة في الوقت الذي يقتل نفسه المتظاهر لديها مشكلة وخرج شعب متظاهر عليها والدولة بها فساد بها أي أن كان وخرج متظاهر هل يأقل الدولة ترح تطلع مظاهرات ضد هؤلاء وترميهم في نفس الموقع لا طبعا هذه جريمة تتحمل مسئلتها الدولة الدولة بكل مؤسساته الذي يأتي بمتظاهر يتعارض توجهه وأسباب خروجه للتظاهر ضد المتظاهر الأصيل معناها دولة تتحمل مسئلتها وتدعو إلى إلى اقتتال داخلي أستاذ عسين هي الحكومة ما تحتاج متظاهرين مؤيدين كل دول العالم ما تحتاج بالتأكيد لكن عندما تأتي بهؤلاء فهي تتحمل مسئولية القانونية والأخلاقية تريد إثارة فتنة بين الطرفين طبعا بالتأكيد لأنه هذا متظاهر لهم مطالب ويرفض تدخل إيران وإلى آخرين يأتي ذاك ويمجد إيران ويدعو لإيران وإلى آخرين وشعاراته مختلفة مع الثاني مختلفين تجمعهم في ساحة واحدة ماذا يعني؟ معناها تريد اقتتال داخلي لهذا الشعب والوقت الذي كل ما نسمع خطبة المندسين وكل ما نسمع خطبة وقال لك أموال العامة يجب أن نحافظ عليها كل ما نسمع مسئولة تكلف قال أهم شيء السلمية نحن مع المتظارين السلميين طيب من الذي جبتوه من تبيدك محملون سكاكين صحيح وسيوف والآخرين معب يعني هذا ليس أسلوب دولة اليوم اللي واقع اللي يقود شأن اللي يقود الدولة هو لا يفهم مفهوم الدولة هي ليست قبل الجميع هذه الدولة ليست قبل الجميع لو كانت هي تحس بالمسؤولية لجميع الشعب العراقي ما كان تصرفت مثل هذا التصرف صحيح يأتم لاحظوا تابعتم القضية في مصر وفي سوريا عندما خرج الشعب متظاهر ما الذي زاله جابوا في مصر جابوا بلطاجية ذول الحصن ومعرف يش ودخلوا بأساس إداء وثاني يوم سقط حصنهم موقعة الجمل موقعة الجمل وفي سوريا أيضا بشار جاب الموظفين غصبا عليه وكذا وجاب لهم على ممده كله بالمزة وبدمشق طيب يعني أنت دولة ما يحتاج تجيء متظاهر أنت دولة أنت دولة أنت دولة أنا متظاهر لأنك أخطأت صح عندك أخطاء وتخرجت أقول لك هذه أخطاءك طيب أنت شون دولة ترح تجيء متظاهر يعني قصة ما مقبولة متناقضة ما مقبولة بالعمل السياسي أصلا طيب سأعود لك أستاذ حسين أستاذ علي عزيز نبقى في نفس الموضوع عمليات الطعن اللي استهدفت المتظاهرين شون اتعاملوا وياهم المتظاهرين كيف تصدوا لهذه الميليشيات التي اندست داخل المتظاهرين في ساحات التظاهر يمكن أستاذ علي عزيز تسمعنا الآن نعم نعم أستاذ علي يعني نبقى في نفس الموضوع عمليات الطعن اللي استهدفت المتظاهرين منه كان نعم يقود عمليات الطعن يا ميليشيات شون اتعاملوا وياهم المتظاهرين ويا ذول المندسين الموجودين اللي طعنوا والمتظاهرين بالسكاكين والأسلحة البيضاء نعم هذولة طبعا جوي هم عدادهم بتراوح من الـ 800 إلى الـ 1000 شخص هم اللي دعوا إرهم الأحداث العداد عفوين العداد من الـ 800 إلى الـ 1000 800 إلى 1000 نعم 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 دخلوا علينا طبعا هم هم تجمعوا بمقرات بعض الأحجاب الحاكمة طبعا الأحجاب الإسلامية اللي تمثل في الميليشيات وتجهب باتجاه ساحة التحرير احنا عدنا المعلومات كانت مستربة قبل ما يطلقون هم يعني منذ الليلة اللي مضت هذه العملية كانت المعلومات متوفرة المهم شكلنا احنا اللي جاء نتفتيش لما نصدنا نفتش أي واحد منهم ما يخلينا تضاري يضربنا يضربنا اما بالسكينة او بالكتر او بالموس شفرة الحلاقة احنا كان عدنا معلومات انهم كانوا يرومون الصعود إلى المطعم التركي اغلقنا المطعم التركي مباشرة وخلينا عدنا مفرزة من الشباب الأبطال بالضوابة المطعم التركي وعلى فكرة هم يجوع علينا جثة من ثلاث محاور حتى أبين لك انه عدم عدم صفاء نيتهم وعدم نزاهتهم بالانتفار وقالوا احنا منتفضينوا ياسم دخلوا علينا من تمثال التعدون من شارع التعدون وفاتوا من شاحة الطيران ودخلوا من يم شارع اه 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 نقاط لن يم جسر الجمهورية من الخلف حتى مباشرة يكونون من مضام الترك طيب اه استاذ علي يعني الآن تعتقد اصبح من الضروري حماية ساحة التحرير الآن بعد عمليات الدخول مندسين يحملون اسلحة بيضاء اه شلون اتم عملية التفتيش يعني اه هل هناك عناصر نسائية تقوم بعمليات التفتيش كيف يتم اه دخول الناس الى ساحة التحرير خاصة يعني البعض اكد على مسألة لا بد من تفتيش الناس اللي تسعد الى المطعم التركي شون اتم عمليات التفتيش استاذ علي خلي اشرح لك اول حاجز اللي هو من جهة السعدون طبعا طوات الحكومية هي اغلقت الحاجز يعني خلق صبات كونكريتية بعد انثال السعدون بكم متر بضعة انثار نعم فهناك اكد حاجز للدولة للجيش طبعا هو جيش طبعا انتبه جيش منزوع السلاح منزوع السلاح صحيح هذا الجيش اللي يخلهم نعم يفتشون هذا الشيء احنا ما اكتفنا به شكلنا كذلك مفارض بعد حاجز الجيش مفرزة من قبلنا طبعا فيها المفرزة نساء ورجاء لتفتيش كل الجنسين طيب اما بالنسبة ما يخص المطعم التركي المطعم التركي بيبوابا والمطعم التركي محيط مطعم التركي هو عبارة عن يعني الاستيان جمالته يعني ناصر يقدرون يستلقون خلينا على محيط المطعم التركي الان مفارز تفتش كل انسان يريد يصعد المطعم التركي احنا الان مسيطرين احنا نعرف ما عملياتهم مستمر هذا ونعرف عمليات الدس موجودة ولمعلومات يعني زيدكم معلومة اخرى احنا نعرف كذلك اصلا قدهم خيمة او خيمتين من الممتدسين اضطيك مثال مثلا خيمة التخطية الاعلامية لقناة مثلا المملوكة للدول نعرف احنا شي يصر بهم ونعرف منهم الذي يسيرهم ونعرف شنو الذي يسير مثلا خيم النقابات كلهم الضامنين ويانة باقي الخيم كلهم ويانة للاخوان التنسيقيات لكن كذلك الحكومة زرعة خيمة او خيمتين وهاي الخيمة او الخيمتين يبقى اللي حطوا البارحة واول بارحة رئاسة الجمهورية بحضور بلاد كارد وحضور الحلبوسي بيناوا للعالم انهم اجتبعوا مع بعض المتظاهرين المتفضين لكن هؤلاء المتظاهرين او اصحاب الخيم هم المندسين اللي الان انكشفوا وكشو نفسهم واحنا خلال الساعات القادمة بصدد اصدار بيان نعلن به براءتنا من كل شخص التقى برئيس الجمهورية وبرئيس البرلمان وبحضور بلاد كارد كان هاي اللقاءات وثقوها وبعد كم يوم رح يطلعون علينا برئيس وزراء ورح يقولون احنا اتفقنا وين المتظاهرين وتفضلوا هات الصور وهذه الفيديوات هؤلاء هم المندسون ونحن الآن بصدد اصدار بيان قوي وشديد الله بتورح نسع على محظم القنوات بعد ساتين من الآن طيب أستاذ علي هرجع لك في مسألة اختيار رئيس وزراء جديد للعراق نتناقش بي لكن انتقل الى ضيفي الوستاذ حسين السبعة وستاذ حسين انطلقت التظاهرات بعض القنوات الفضائية خاصة يعني المرتبطة بالدولة بالحكومة كانت كان الخطاب الاعلامي مالتها هو ضد التظاهرات حتى وصفوها بأوصاف يعني لا تليق أصلا بالمتظاهرين قالوا بأنه ذولة مندسين وذولة لا يعبرون عن الشعب العراقي بالكامل قال فقاعة من زمان قال فقاعة هاي فقاعة ما هو صاحبنا نور المالك طيب اكو بعض النواب ايدة والتظاهرات يعني على سبيل مثال للحصر يعني مثلا عمار الحكيم قال آني مع المتظاهرين مع العلم هو اللي طلع من راحة وعلى مرقد محمد بقر الحكيم هو اللي طلع ناس مدججين بالسلاح قتلى وطعنوا الناس اللي خرجت على المرقد مع المحمد بقر الحكيم لكن احنا هذا مو موضوعنا موضوعنا ان بعض النواب ايدة والتظاهرات شون يتم التعامل وياهم شوف اخي اولا احنا عندما نتكلم عن منظومة سياسية متكاملة لازم نتكلم عن نسب مو نتكلم عن شخص طيب طيب كلمة الاغلبية البسيطة تمثل 51% هل يوجد 51% داخل الحكومة والمنظومة السياسية لا يعني هم غير فاسدين وغير مرتبطين ولا يدرون الشأن طائفي ولا غير مرتبطين بقواة خارجية جوابنا هل توجد اغلبية مطلقة بمعنى ثلثين جوابنا هل توجد اغلبية ساحقة لأنها المصطلحات ضرورية اغلبية ساحقة بمعنى ثلثة ربع هل يوجد ربع من مجلس النواب يؤيد التظاهرات وربع من اعضاء الحكوم والجواب له يا سيد الكلمات الاعضاء الافراد الموجودين وعدون التظاهرات هذا التعامل فيما يخص القضاء وليس فيما يخص العمل السياسي انت تسألني عن شأن السياسي الشأن السياسي اذا كانت الاغلبية الساحقة متهمة بالفساد وبارتباط بالخارج ولديها متهمة بجرائم بقتل الشعب العراقي هؤلاء اذا كانت اغلبية الساحقة بل اكثر من اغلبية الساحقة لا بد ان يكون الحكم عام الحكم يجب ان يكون عاما هذا في الشأن السياسي اما في القضاء هذا ما يعرضون على محاكم ان ذاك بعض الابرياء وبعض الافراد اللي ذكرتهم القضاء سيبريهم بمعنى هذا المقصود منه قضائي وليس السياسي السياسي لا بد ان يقص جميع هؤلاء ولا يمكن ان يبقى منهم باق ابدا هذا هو الحل السياسي فلازم نميز بين الحل السياسي والمعالج القضائي للفاسل طيب استاذ علي عزيز قبل انتقل الى استاذ حسين السبعوي مسألة اختيار رئيس وزراء جديد اكو هناك بعض الناس يقول من من نجيب شخصية تدير العراق لازم يكون حازم وصارم في نفس الوقت ولازم يراعي مصالح الشعب العراقي لا بد من اختيار رئيس وزراء من المنظومة السياسية الحاكمة لها لكن على ان يكون مستقل على ان يكون متابع لاحزاب على ان يكون يده ليست ملطختين بالدماء ولا بالسرقات انتوا كمتظاهرين شنو العلامات الفارقة اللي دوروها بمسألة رئيس وزراء جديد شون تريدون يعني يجيبون مثلا واحد مثلا عايش بالخارج مدخل العراق نهائيا تريدون واحد من داخل العراق طيب اذا واحد من داخل العراق شون هيدير هاي المنظومة الفاسدة في العراق شون يقدر يسيطر عليها شون يقدر يسيطر على الميليشيات اللي تحمل الفاسدين تفضل أستاذ علي نعم بالنسبة الاختيار رئيس وزراء اللي داولون بيه اليوم احنا بالنسبة لهذا الشي طبعا هم عبارة عن مضيعة وقت وديدورون بحلقة مفرغة رئيس وزراء احنا اليوم ما راح نقبل رئيس وزراء داخل العملية السياسية من 2003 لحد الان هذا من عند رئيس تخويف وترهيب من اللي دايمارسوها ما معناته انه يكونون كلهم خارج السلطة نشكل حكومة انتقال او حكومة ائتلاف مؤقتة بالعراق نشكلها من ناش قضاة او من ناش فاهمين احنا موجودين عندنا كل هذا احنا الآن ترى جولة متكاملة احنا اليوم سوينا اللي عجز العراق ان يشوي احنا ثورتنا ترى طارت اليوم اقوى واكبر من الثورة الام اللي هي ثورة العشرين عدد شهدائنا اكبر عدد جرحانا عدد معوقينا الرقعة اللي انتشرنا بها الطريقة السلمية على كلها احنا هذه العملية الشاسية غير مؤمنين بي اي رئيس وزراء من داخل هاي العملية احنا ما نقضي هذا كله عبارة عن مضيعة وقت هم عليهم اليوم ان يشارعون بحل البرلمان اليوم قبل بكرة رئاسي الجمهورية ينحلها البرلمان ينحل هاي المسميات كلهم نريدها احنا نريد نظام رئاسي استهد كلها هاي المسميات كشلت استهد قتلتنا وابادتنا وشردتنا وجوعتنا خلت العائلة الوحدة اللي هم اربع نفرات يعني الاخت بدولة والاخت بدولة والابو لاما بدولة يا اخي تهينة تهينة خلصنا نفت الصبر بعد طيب استاذ حسين ارجع لك بس اريد اذكر لك فتخبر اياد علاوي يقول تعرض متظاهري ساحة التحرير للطعن استكمال جرائم القناصة موقفة واضح وثابت وي المتظاهرين هل يتم حتى ازاحة وعياد علاوي مثلا يعني شوف استاذ تصريح واضح تصريح الدكتور سيد اياد علاوي يعني ان يسمى الاشياء بمسميات هذا الكلام بفقط اشارة مو من مسؤول هذا مع الشخص ناشط يخشى على حياته مع الشخص ما عنده معلومات كاملة لا يستطيع ان يوجه التيام مباشر الدكتور ياد علاوي يشتغل رئيس وزراء ويشتغل نائب رئيس جمهورية وهو نائب ورئيس كتلا من 2003 وإلى الآن وعاجز ان يسمي للشعب العراقي من هو القناص ومن هو الذي يحمل السكاكين كيف سيدير بلد مثل العراق كيف سيدير بلد أيضا عندما تظهر لهم مظاهرات في عهده أيضا راح يقول لنا القناص نفسه اللي كان يدير يضرب أبو السكاكين وش مدريني أخي ما هذا ما معقول المسؤول علي أن يكون واضح أمام الشعب علي أن يكون واضح أمام الشعب نحن اليوم لا أريد أن نتكلم بمقصلة فلان يذهب وفلان يبقى وفلان آخرين منظومة سياسية أثبتت فشلها في إدارة الشعن العراقي عليها أن تغادر وتسمح بمنظومة أخرى تدير هذا البلد على أسس وطنية لعلها تحفظ ما تبقى من الشعب العراقي وتعيد إله هيبته وسيادته هذه القصة ليست قصة أشخاص وجميعهم شارقوا في إدارة الدولة وقد فشلوا فشلوا نعم فمحتراماتنا للجميع أنا لا نحب أنه مثل ما تفضلت الموضوع ليس مشخصاً بزيد وفلان نعم أنه الدكتور أيد حلاي هو أقل ضرراً من الآخرين لأنه لا يمتلك ميليشيات صحيح لا يمتلك ميليشيات مثل الآخرين ولا يمتلك حشد ولا صحيح لكن هل هو أن يستطيع أن يدير الشأن العراقي لا والله لا يستطيع المتظاهرين يريدون من خارج المنظومة من خارج هذه المنظومة المتهم بالفساد لأنه لم يعالج فاسداً بردن وسلامة صحيح دخل بالقضاء بردن وسلامة طلع من التمييز بردن وسلامة دخل مزور طلع كل شيء ما عنده من ما يجبون لا مذكرهم حتى ذكرهم مشعان الجبوري قال كل يتنبوب واللي ما يبوق هذا خواف هذا خواف وجوز خاين طيب بالمناسبة مشعان الجبوري عندما ذكره كان عضو باللجنة النزاه هذه صحيح يعني مو بس عضو لا لا عضو لجنة النزاه يقول كنا حرامية ويقول أنا أخذت رشوة ويقول أنا أخذت رشوة والميبوك خواف ورشوة بعد ما نخجل منها هذا النظام يستحق أن يقود البلد هل عندما يخرج الشعب العراقي واحد يوصيه دير بالك للمندسين ودير بالك من المتربصين والله ماكو غيرهم مندسين داخل الشعب العراقي لا يوجد غير هؤلاء مندسين لم نلاحظ على المتظاهرين مندس إلا من هو يتبع لهؤلاء سواء يتبع للميليشيات يتبع لحزب يتبع لرجل دين يتبع لحكومة هؤلاء المندسين لم نجد أحد مندس بين هؤلاء الشعب والبعثية وكذا غلبهم دولهم متظاهرين موارد 2000 2003 2005 ما شفوا حزب البعث ولا عاشاء ولا كل شيء يا جماعة الخير أنتم عالجوا الأسباب أنتم ارتكبتم جرائم بحق الشعب العراقي تعالوا كلمونا على هذه الجرائم لتتهمونا الآخرين بالضبط أستاذ علي القمع الحكومي هناك كانت مجازر في البصرة والنجف وآخرها كانت في محافظة ذيقار في الناصرية ليش الحكومة مصرة حتى هذه اللحظة على استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين المتظاهرين طلعوا سلميين كما تفضل قبل قليل أستاذ حسين السبعاوي قال المتظاهرين يحملون أعلام عراقية فقط وهم مجردون من أي سلاح حتى لو كان عصى يعني خشبية في إيدهم لكن الحكومة بعدها مصرة مصرة حتى بأنه مو أصبحت فقط مصرة على استخدام العنف لا قامت تدور فتخطط بديلة مندسين بين المتظاهرين يحملون سكاكين يعني أنا قبل أيام شفت واحد من المتظاهرين إجا كل جسمه كل طعنات قال بأنه أنا شندا أمشي هو شوي يعني حالته الصحية كانت متدورة لكن يقدر يحكي قال في أجنتين طعنات ما أعرف من فضلا عن هذا الناس اللي دا ترجع من ساحة التظاهر أحد شيوخ العشائر رجع من ساحة التظاهر لزموه في منطقة المشتل على القناة واختطفوه لحد الآن ما يعرفون مصيره وين فشلون عمليات عمليات اللي دا تصير في ساحة التظاهرات القمع المفرد ليش مصرع علي الحكومة حتى هذه اللحظة طبعا الحكومة أول شي يتخاف على نفسها لأن الحكومة هي حكومة بتسرق هذا البلد كله وأرفوا هاي الانتفاضة يردون منتفضين يغيرون لواقع الحال كله يعني يقلبوا رأسا على عقل ثانيا نحن من دروح ودي مربونا وإحنا غير مسلحين لا إحنا شوف سيدي إحنا ترى كذالث إحنا تسلحنا إحنا مرة إحنا مسلحين صدقنا هاي أقول لكها لأول مرة والحكومة راح تتفاجئ في هذا السلام إحنا تسلحنا بسلاح أقوى منهم اللي هو سلاحنا كان علمنا هذا العلم اللي هما يكرهوه هذول حتى كلمة الله أكبر يكرهوه لأن يعتبرون نفسهم أكبر الكل فهذا الإسلاح ما عندهم شي يواجهوه بي إلا الرصاف وإلا القنابل المسيلة للدموع والمقاطي والخارق الحارق وآخر شي ستكينة والكتر والموس رجعون الأسر البلطجية والشقاوات هاي الحكومة هذه ليست حكومة إحنا أقوى منها حكومتك اليوم وحكومتي اللي مع الأسف يعني يعني إحنا اضطرين أمام العالم الخارجي من يقولون هذا رئيزة موريتك شن تقول يعني أنا طاب جوال سفر عراقي فهو رئيز جمهورية عراق لا حوله ولا قوة إلي فرق هذولة مختصة بيأة السلطة هذولة الناس هم المنبسين بالجسد العراقي الأصيل الطاحر هذولة راح نستأصلهم وعملية الاستأصال باتت قريبة احنا نعرف وكل الذين نعرفوا وعندنا علم المحاولة اللي قاموا بها يوم أمس راح تتكرر راح تتكرر احتمال احتمال بكرة الصباح واحتمال بعد بكرة واللي بعدها احنا واعين واحنا يعني جاهزين لأي محاولة واحنا نبراطين بأما كنا ما ننسحب إلا نسقط العملية السياسية من الألف إلى الياء أما بالنسبة للسيد الفاضل اللي قبل قليل تحدثته عنه اللي هو يعني نحن نسمين سيد الفاضل أياد علاوي سيدي أياد علاوي أول إنسان عمل مجازر بالفلوجة وبالنجر نعم أول إنسان لا يجي يتسلق على ظهورنا اليوم حتى لو كان التصريح من جانبكم ما نريده أخي ما نريده ما نريده هذا عراب من عرابية احتلال العراق يا أخي نعم نعم عراب من عرابية احتلال العراق أيو حتى قال هو قل أنت تعاونت بالبداية أستاذ حسين قل أنت تعاونت مخابرات أمريكية قال لا مو بس أمريكية أمريكية وبريطانية على أي اتحان نترك هذا الموضوع أستاذ حسين الصحف البريطانية والأمريكية حتى الأوروبية تتحدث عن التظاهرات في العراق وسقطة وشهداء مثلاً القارديان صرحت تصريح كان نوع من الجرأة تقول عناصر ميليشيات تابعة لإيران هاجمت المتظاهرين بالأسلحة البيضاء لكن أنا ليس موضوع الصحف موضوع الموقف الموقف الأمريكي حتى هذه اللحظة غير واضح أستاذ حسين يعني صح يطلع وزير خارجية مايك بومبيو يقول بأنه لا بد من سماع المتظاهرين دير بالكم عليهم المعني في الشرق الأدنى في الشرق الأوسط نائب مساعد وزير خارجية الأمريكية جوي هود يقول لا بد من الاستماع ولا بد من عدم استخدام العنف ضد المتظاهرين لكن شون تقدر تحلل لنا الموقف الأمريكي الآن بالنسبة للمتظاهرين نحن نرى العامل الدولي مهم جداً خصوصاً في دولنا الشرق الأوسط دول العالم الثالث نعم العامل الدولي مهم جداً الشعب العراقي يريد من الأمريكان أن يساعد الشعب في الخلاص من هؤلاء وبإيجاد حكومة مدنية تمثل الشعب لكن هل الموقف الأمريكي لحد هذه اللحظة هو من حاز المتظاهرين؟ جواب لا كلمة الاستماع للمتظاهرين تختلف عن الاستجابة للمتظاهرين يعني كل كلمة في الشعر السياسي لها تفسير ولها معنى آخر لو قال يجب الاستجابة للمتظاهرين الأمر مختلف كثير وقد لاحظنا في 2011 و2012 تذكرون عندما كان يخرج وزير خارجي أو الرئيس الأمريكي يقول يجب الاستجابة للمتظاهرين يجب التخلي عن السلطة هذاك التدخل الإيجاب الذي يخدم بمعنى أنه لحد هذه اللحظة الموقف الأمريكي يعني هو فيه ضبابية كبيرة ولا نقول أنه يجب أن لا يتدخل وهذا الأمر ليس كذلك نحن جزء من المنظومة دولية على المجتمع الدولي أن يساعد الشعب العراقي باختيار حكومة وطنية والمجتمع الدولي أستاذ عسين أدنى تجارب كثيرة ويا لا سوى شيء للشعب ونقول أذى الشعب العراقي ونقول حتى ممتل الممتحدة أن حازت الحكومة ضد الشعب العراقي هذا تشخيص نحن نتكلم عن المطالب بمعنى حتى لا أحد يقول أن الشعب العراقي يريد يعيش هذا وهؤلاء الشباب يريدون أن يأجرون شعب العراقي عن المنظومة الدولية لا نحن جزء من المنظومة دولية على المستمع الدولي أن يساعد هذا الشعب لإيجاد حكومة لإنتخاب حكومة تحمل مشروع وطني تستطيع أن تدير الشأن العراقي كاملا بمعنى التدخل الإيجابي أو مساعدة شعب العراقي ليست مرفوضة على خلاف ما انتدخل وجعل الدبابة هذا أمر وهذا أمر ما نقول للناس تعالوا احتلوا العراق نحن ما نقولوا تعالوا احتلونه ما نقولوا تعالوا احتلوا الدبابة ونحن نرصح وواحد من السياسي قالوا أني ما جيت بالدبابة جيت بالطيارة يعني قبلهم سباق الأمر مختلف كامل نحن نقول أنه ما زال لحد هذه اللحظة الموقف الأميركي موقف يعني غير مرضي ولم يقف لحد هذه اللحظة مع الحكومة أكثر ما هو مع المتظاهرين لو كان لديهم موقفا جابدا حقيقيا مع المتظاهرين ما بقت الحكومة كل هذه الفترة بالأرقام طيب تعتقد يتغير الموقف؟ نعم نتيجة مصلحة وليس محبة هؤلاء الأمور الأمريكان بهم عشق كبير لكنه عشق الممنوع لأنه بعد لا يصلح أؤلاء لدارة الشأن العراقي طيب وللأمريكان مصالح داخل العراق فهذا الأمر غير ممكن لاحظ في الدول اللي صار عندها ثورات ومظاهرات لم تتجاوز عشرين إلى شهر تسقط النظام طيب تونس مصر ليبيا غيرها كل هذه الدول لم يتجاوز هذه الفترة مع العلم أن الشعب العراقي معروف عنه بالمزاجية والحدية والشدة وعلى أساس أنه عدم صبر اليوم أكثر من ستين يوم الشعب العراقي بالشارع ومصير وأحد المتكلمين الآن هو أحد يعني ناشطين من داخل الساحة يقول نحن باقين إذن هذا الشعب مصر على إزاحة هذا النظام على الأمريكان أن لا ينتظروا بقاء هذا النظام أن يساعد الشعب العراقي بإزاحة هؤلاء ومن ثم بدأ عملية سياسية جديدة تتناسب مع طبيعة المجتمع العراق طيب أستاذ علي عزيز الصحف الأمريكية والبريطانية الأوروبية تتناول أخباركم أول بأول خاصة بعد نجاح ثورتكم من واحد تشرين الأول لغاية الآن صار لكم يعني اليوم ستة بالشهر صار لكم ستة وستين يوم أو سبعة وستين يوم لأن واحد من الأشهر واحد ثلاثين أنتم في الساحات وتظاهراتكم سلمية جميلة جدا مو بس تظاهراتكم أيضا أفعالكم مشرفة جدا يعني حولتوا من شارع الرشيد إلى يعني مجموعة فوسيفساء حولتوا من نفق في ساحة التحرير نفق باب الشرجي حولتوا إلى لوحة فنية جميلة جدا ترتاحون من الصحف العالمية تتناول تظاهراتكم تستقبلوها استقبال يعني يخليكم ترتاحون لأنه العالم أصبح يهتم بشأن المتظاهرين طبعا أكيد احنا الريد نرفع راس كل عراقي خارج العراق بينا الريد يتباهى بينا يباهى العالم يفتخر يقول شوفوا هذولا ولدنا وذولا بناتنا نعم أنت المتحدث أريدك تفتخر بينا وضيوفك تقول هذولا أخوتنا احنا هذا الريد نسويه مو بس البلدنا هذا الريد نرجع صورة العراق هذا العراق العظيم هذا هذا العراق والحضارات احنا عمرنا سبع تالاف سنة هذا البلد احنا نريد نرجع هاي الصورة أما المجتمع الدولي كل اللي أخذ الصورة الغلط علينا يعني هاي الصورة هي مخالفة للواقع العراقي وإحنا اليوم تريد تبين شنو العراقي شنو معدنا هذا العراقي الأصيل الطيب أما بالخصوص إذا تسمح لي وهنا أود أن أشير للمجتمع الدولي مثل ما اتطرقت حضرتك أنت والضيف العزيز نعم فيدي احنا من الناس اللي وصلنا صوتنا للأمم المتحدة وصوتنا وصل عن طريقة الأمم المتحدة إلى مزل سلم كذلك لكن احنا وصلنا طبعا بطريقتنا وليس ما وصلته ممثلة الأمم المتحدة بلا جهار احنا وصلنا وبعثنا ممثل من عدنا كرسول نقل رسالة للأمم المتحدة احنا نريد نقولها للأمم المتحدة نقولها شي واحد أنت يا أمم المتحدة رغما عن أنفك أمريكا غذت العراق واحتلت العراق بدون تقوية أممي صحيح اليوم آن الأوان أنت بعثون على أمريكا وتقولون لها شفتي الغلط لي وين ودانا هذا احنا نريد نوصل للعالم احنا ماذا نروح نتوسل بعالم احنا نعرف احنا احنا اليوم طلعنا بصدورنا وبالا على مالتنا واحنا النصر وحقنا ما راح نطلق احنا راح ننتزع ننتزع من عدهم ننطلع مثل ما يقول العراقي يعني على هالكلمة نقول ناخذ من عيونهم نعم ارجو ان تبقى معنا يعني بقيت لدينا دقائق ولكن دعني انتقل هنا ضيوف الكرام الى الخبر العاجل الذي وردنا توا العفو الدولية الناشطون والصحفيون والمتظاهرون في العراق يتعرضون لحملة تخويف لا هوادة فيها منذ بداية التشرين الاول استاذ حسين تعتقد رئيس الوزراء القادم راح يكون هو ضد النفوذ الايراني وضد الاحتلال وضد عمليات الفساد وضد عمليات السرقة وضد المحاصصة الطائفية وضد الناس اللي سرقوا وباقوا وضد كل الموبقات اللي صارت بعد 2003 لحد الان تعتقد كل ذلك اختصار اذا اختار الشعب سيكون كذلك واذا لم يختار الشعب لن يستطيع ان نوفه اذا الشعب اختار رئيس الوزراء الشعب العراقي لا يريد هيمناء ايراني وشعب العراقي لا يريد طائفية وشعب العراقي لا يريد فساد وشعب العراقي لا يريد إجرام سواء داعشي ام طائفي اذا الشعب العراقي تركه الشعب العراقي هو يختار رئيس الوزراء سيختار الذي سينفذ ما ذكرته لتصبر اي حالة مثالية صعبة الشعب العراقي فيه من هذه الشخصيات اما ام بقي الاختيار مرهون ومناط بالكتل البرلمانية والمحاصصة استاذ حسين شون يتحرك بوجود ميليشيات ويعني الناس فازدين ووصلوا الى اعلى محيتان فساد كما يصفهم بالصحافة احنا لا نتكلم عن حالة اصلاح يعني آنية غمب فتح وكل هذه لا هناك تحتاج وقت تحتاج وقت لكن الشعب الشعب مع كل مخلص نعم الشعب مع كل من يريد الخير لهذا الوطن طيب من كان الشعب معه فالشعب تيار تيار عارم شعب مثل البحر تيار لا يحد يستطيع ان يصبح اذا كان هذا رئيس الوزراء الشعب معه وهو مع الشعب لا تستطيع قوة بالعالم ان تهي من على العراق طيب على اي دولة كانت هذا لكان الصغير انا انتقل سريعا الاستاذ علي عزيز استاذ علي عزيز لكن اقرأ هذا الخبر العاجل العفو الدولية فشل السلطات في العراق في وضع حد لهذه عمليات الاعتقال والاختطاف يرسل رسالة تسامح تجاه هذه الانتهاكات هذا تصريح منظمة العفو الدولية لكن بدقيقة لو سمحت استاذ علي عزيز عندك رسالة لي توجه للناس اللي بعدهم منازلين الى ساحات التظاهر شنو رسالتك رسالتي اقولهم يا اخوان تعالوا تجمهروا تجموا ابشاهة التحرير ما نطلب منكم اي شي غير ان تشارك كون فرحة النصر لان النصر صار قابق وثيني او ادنى نعم فقط انا اشكرك شكرا جزيلا الاستاذ علي عزيز الناشط المدني سؤال لحضرتك استاذ حسين السبعوي صحيفة سبوتنك الروسية صحيفة مشهورة هذه بتقول اول مرة في شرق الاوساط صير تظاهرات وماكو تحرش بالبنات شون تابعت الحضور النسوي الشبابي في هذه التظاهرات يعني هو اللي يدور وطن صور يسيء لبنت البلد وهذه تعتبر شرف نعم هذا اللي يدور وطن هذا عادة ما يكون إنسان شريف إنسان متجاوز هذا لن يدور وطن ما هو من ذول من ذوي العاهات وسوء الأخلاق وأبناء الشوارع أبناء الشوارع ما يدورون وطن لهذا صبب أن هؤلاء المتظاهرين هؤلاء قادة يمثلون الشعب العراقي لا يسمح وهم أصلا هذا النسائي بحمايته لن يجرأ أحد حتى الفاسدين دخلوا في جحورهم بالضبط دخلوا في جحورهم اليوم لهذا لا يمكن أنه يعتدى على على إمرأة حرة عراقية في ساحة التظاهرات في ساحة شرف أي مع وجود هؤلاء الذين مثلوا الشعب العراقي أفضل تنفيذ طيب أنا أشكرك أستاذ حسين السبعاوي شكرا جزيلا مشاهدين الكرام في نهاية تغطيتنا نتوجه بشكر الجزيل إلى أستاذ حسين السبعاوي الكاتب والبحث السياسي شكرا جزيلا لكم كذلك شكر موصول إلى الناشطة المدني من بغداد الأستاذ علي عزيز مشاهدين الكرام وأيضا نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء شكرا جزيلا لكم